لكن النادي الأهل النهاردة وأعلن رسمياً التقدم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي بيرأسه الكاتب الصحف الكبير والأستاذ مكرم محمد أحمد بشكوى ضد قناة LTC وما ظهر أو صدر في أحد برامجها برنامج نجم الجماهير اللي بيقدمه للزميل أبو المعاطي زاكي وما صدر عنه ومنه بشأن النادي الأهل ومجلس إداراته لأن الأمر يتعلق باتهام بتحريض على شغب وعنف طبعاً مشكلة كبيرة جداً اتهام خطير جداً كان نتيجة تقدم النادي الأهل بشكوى إلى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ضد قناة LTC وبرنامج نجم الجماهير الذي يقدمه أبو المعاطي زاكي والذي يذاع على شاشتها بسبب حديثه بطريقة توسيء إلى النادي ومجلس الإدارة وزعمه أن لديه معلومة مؤكدة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة التقى مجموعة من قيادات الجماهير للاستقواء بهم والتطاول على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأكد النادي الأهلي أن مثل هذا الفعل مؤثم ولا يمكن أن يصدر من إدارة النادي أو مسؤوليه أو جماهيره التي تعي وتعرف كيان النادي وقيمته وتصر على احترام مبادئ وقيم النادي وأشار الأهلي في شكواه إلى أنه كان لزاما على مجلس الإدارة أن يرفع هذه الشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لانتخاذ اللازم قانونيا انتجاه ما أقدم عليه من محاولة تجدير السلم العام ومحاولة الزج بالنادي في ذلك أنا أعتقد أن هناك خطوة أخرى بعد الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي الحقيقة الشكوى للنيابة العامة لأن أحدهم بن خسين الذي يوصف بأنه إعلامي اللي أنا قلت في الأول أنه يبقى المرادف للصدق بيقول لديه هي معلومات مؤكدة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة تحدث إلى الجماهير أنا معرفش كيف أتحدث إلى الجماهير ما لم يكن من خلال برنامج من خلال مقال من خلال شيء عشان يبقى أتحدث إلى الجماهير المصر أكلمت خمسة ولا عشرة ولا خمستاشر أين تم ذلك؟ إنها حالة من حالات الفلتان الإعلامي غير المسبوق في الإعلام المصري الخاص والإعلام المصري الوطني وما يجري هذه الأيام يعني أنا لا أعتقد أنه جرى مثله من قبل صحيح أنه كان دايما الناس يقولوا إيه خليك حط الأهل في جملة مفيدة هتبيع حط الأهل في جملة مفيدة هتجيب إعلانات لكن تسيء للأهل كل يوم بغرض والغرض مرض يبقى أنت محتاج أن نعاملك في إطار القانون كما أسلفت ولكن بقوة كافية ما حدث هو اتهام لإدارة النادي الأهلي بتحريض الجماهير كيف ذلك إذا كان رئيس النادي الأهلي خصص الجزء الأهم من كلمته لجماهير النادي الأهلي بأنه نحن نشجع النادي الأهلي لا علاقة لنا بأحد وهذه ليست أخلاقيات الأهلي